رأيك يا كابتن وليد؟ أنا رأيي يعني لو أنا مسؤول أو من وجهة نظري إلا أنا ألعب حمدي فتحي و النني و قدامه مع عبدالله الصعيد ملعبش بقى بتلاتة تلاتة واحد تلاتة واحد الطريقة المعتادة بتاعتنا اللي إحنا كلنا بنلعبها أنا لو لعبت ممكن بالطريقة دي تلاتة في نصف الملعب في ناس كتيرا ما بتعرفش يتأديها بشكل كويز للتلاتة دول بيلعبوا بتحس لهم هو واحد بس يعني فاهم أدوارهم واحدة لكن أنا مش عايزة دي إحاء للمنتخب النجير يا كابتن وليد اللي أنا نزل أدافع طول عمرنا عارفين اللي أول ما بتلعب بتلاتة في نصف الملعب دي أنت التلاتة خلاص بيبقى دورهم معروف في نصف الملعب فاهم حتى التحركات بتاعتهم ليه كابتن معتز دايماً 4-3-3 بالنعم مع النياة رياة دفاعية هي دايماً إحنا بصف الفرقة الوحيدة دايما دي من أقوى الفرقة أنا كنت لازل هديك مثال في برشلونة لما كان عندهم إنيستا وشافي هم دول اللي كانوا دول اللي بيلعبوا وكرة معايا أنا عندهم حلول وبيطلعوا يهجموا وراء يعني خط الهجوم بس دول اللي اتنين دول يا كابتن وليد كان دايماً أو أنت حد يقول اللي كان جافي ده بيلعب نصف ملعب هو على الصبورة بس لكن أنت دايماً وإنيستا بدايماً بتليه عند التمنتاشر أنا من وجهة نظري اللي أنا ألاعب عبدالله السعيد ليه كريم يعني الاتنين دول حافظين مكانهم كويس النني وحمدي فتحي ومشيين بشكل كويس لكن عبدالله السعيد عنده من الخبرات الدولية خبرات كبيرة جداً ولعب في بطولات كتيرة جداً ويعرف زي ما كابتن قلت بيقول يعرف يمسك كورة هيمسك الكورة وهيعرف يوزع لليمين لسلاح وهيلعب لمرموش يعني هيعمل لي حلقة وصل بين نص الملعب وبين الهجوم لكنها لو لعبت بتلاتة لو لعبت بتلاتة هيبقى تحس لأدوارهم كلها واحدة كابتن وليد فاهم؟ لكنها بتكلم في إيه؟ ألعب أنا اتنين عادي اتنين دفندرات الشكل العادي بتاعنا خالص ولعب عبدالله السعيد هو عشرة عبدالله السعيد ده مكانه وهيعرف يوظف لي اللعبة دي كلها إيه لكن لو لعبت بتلاتة أنا من وجهة نظري أنا المتواضعة اللي إحنا يعني أنا بدي إحقق كده المنتخب النشير اللي أنا يعني أنا نازل أدافها اشتركوا في القناة